اشتركوا في القناة هدف التقدم للنادي الاهلي من تزديدة ولا اروع سكن الشباك احمد مسعود كابتن ماهر تقدم منطقي ومستحق النادي الاهلي شو تلاوي زي ما قلنا ايما في بداية الاستوديو التحليلي ان النادي الاهلي من بداية المباراة هيضغط على الجونة عشان يسجل هدف الهدف يدي طمأنينة للفريق والجهاز الفني والجماهير وده اللي حصل يعني من بداية المباراة واضح السياسة على عبد العال التوازن في الدفاع والكورة الطويلة المرتدة للمهاجمين لكن طبعا الحمد لله احنا كلمنا على التنظيم الدفاعي يعني متولي واقف بشكل جيد مع عبد المنعم فما فيش خطورة الكورة الطويلة بيقطعوها اذا كانت بضربة رأس او التكني اللي عملوا مرة ومرتين لمحمود متولي ده بيأكد لك ان التوازن الدفاعي النادي الاهلي زي ما احنا قلنا مهم جدا التأمين الدفاع عشان منتضرش من الحاجات المرتدة اللي هما معدومش غيرها او بيلعبوا عليها صحيح في نفس الوقت طبعا اتكلمنا واحنا بنحلل كده قلنا ان من ضمن مفاتيح النادي الاهلي المؤسرة على المرمى التصويب من خارج الثمانتاشر واحنا شوفنا تاو في ماتش الاسماعيلي قدر يصوب ويسجل هدف النهاردة امام عشور برضك من بداية الديئة ستة وتلاتين هدف قوي جميل جدا تصويب من خارج الثمانتاشر صعب على الحارس المرمى انه يقدر يعمل حاجة يعني شوط ايجابي بالنسبة لنادي الاهلي باحراز هدف الديئة ستة وتلاتين لامام عشور صحيح طيب كابتن شريف يمكن احنا كنا قلنا في تشكيل فريط الجونة على صبري قلنا صبري ميهوبة وصبري رحيل لعب النادي الاهلي ولعب النادي زمالك والنادي التحس كندري السابق وبيلعب النهاردة في صفوف فريق الجونة كابتن شريف احنا هنتكلم على سريعا على اداء النادي الاهلي الشوط الاول وانتكلم على نقطة فنية في وسط الملع وجود احمد نبيل كوكا وجود كريم ندفد ومعهم امام عشور مع فريق تقريبا بيدافع وبيعتمد على الهجمات المرتدة او الكرات السريعة وملوش ملوش ادنى خطورة على مارمى مصطفى شوفير مش شايف ان الجزء الدفاعي او الكسافة الدفاعية او عدد اللاعبين المدافعين في النادي الاهلي كتير بالنسبة الفريق زي الجونة لا عندك اربعة وراء وعندك اتنين مدافعين في نص الملعب نا انت عندك اتنين طايرين على طول علي معلول وعمر كمان انت عندك كريم ندفد على طول بيلعب قدام وسايبين الحمل كله لأحمد نبيل كوكا لوحده عندك سرعات كبيرة جدا من فرقة الجونة وانت لقات في كل كاونتر اتاب جيلك كويس عندك تهديدات بتحصل وشوف نكافة كرات طولية كلها كرات طولية بس عندهم امدادات وعندهم اربع لعيبة بيكونوا موجودين عندك هناك وانت بتبقى كل فرقتك معظمها في حملة على متولي ومحمد عبد المنعم واحمد نبيل كوكا لازم الارتكاز الدفاعي ده يتضبط الشوت التاني ازاي؟ يوقف ندفد مع كوكا؟ يخرج حد وينزل مران عطية ده اللي حيثبط لك الإقاع كله بتاع فرقة النادي الأحلي وهتخل الكرة التانية بتاعتك هي اللي حتبقى ملكك انت انما انت بالشكل اللي انت سايف عليه احمد نبيل كوكا لوحده في تقدم السرعات في الكاونتر اتاك هتبقى كان عامل لي مشاكل في اول الشوت الاولان هو اه مفيش نجمة بتاع ده هجمة منظمة منظمة عرضية طارت انفراد انما كان فيه شوتة من على الثمنتاشر تردت لو راحت متساطة الزاية بتاعت امام تبقى هدف عادي جدا اللي انا عايز اقوله حاجة راح احنا كنا بنتكلم بس قبل الماتش على امكانيات اللعيمة وانت اتكلمت بالتحديد على امامها وانا قلت حاجة تاني لو كل لعيب عمل واحدة نقدر نكسب تلاتة واربعة ايزي جدا وخمسة لو كل لعيب عمل واحدة امام عمل واحدة ومنستنى التانية للتأمين كويس ويعمل مرس الكرة زي ما عايز بعد كده ولكن بعد الهدف التاني باذن الله اللي انت محتاجه فعلا لازم يكون فيه تنظيم دفاعي وارتجاز دفاع النصف ملعبك انت مش على طول هتفضل كل كرة بتتشاط زي ما انت قلت طويلة وتترد وهم جايين بسرعات من عاية تبقى الكرة التانية بتاعتهم ده الشكل اللي ما كانتش عاجبني في الشرط الاول فلازم هي هنعمل ارتكال للدفاع بتاعك ونفس الحرية بقى بتاعت الفراودة بتاعتك اللي بتجري وحسيني الشحات وانطلاقاته مع وثام مع بيرسي تاو بالمكسب واحد سفر اعتقد الاداء هيبقى احسب في الشرط التاني طيب كابتن وثامة نتيجة منطقية تقدم النادي الاهلي بالشروط الاول يمكن بنكلم على دور كريم ندفيد النهاردة هو عمتا قبل ما اتكلم على كريم ندفيد احنا قلنا العلاق عبدالله العب بتكتل فلازم يبقى في حركة كتير جدا من الفراودة ونص الملعب لازم اختراق من على الاطراف لازم اختراق من العمق لازم تزديد الحاجة الوحيدة اللي نجحت تزديد امام عشور والحمد لله احيانا انت بتسدد ربنا وفق وما وفقش تقريبا الكرة اللي تصدد تعجون الحمد لله ربنا كرم امام لانه متمكن والمطال قابل المدروب اللي بجوء على الارض صعبت منه ده حل فردي صح النادي الاهلي الشروط الاولاني شكلا انت ضاغط انت مسيطر ولكن دون خطورة على المرحل ما فيش خطورة ما فيش ما فيش شراسة كبيرة على الجون نتيجة هم قفلين وانت في ناس لعبة متكتف الجنب الشمال هو اللي كان شغال كويس علي معلول وحسين الشحات يعني اكتر حتى الدربات الوكنية بتجي من هناك الكرات العرضية بتجي من هناك والجون جي من هناك الناحية بتاعة عمر كمال وبرسي تاو واقفة شوية مقفولة حتى برسي تاو مش عارف قدامهم ما فيش زيادة بالكورة ما فيش زيادة بالكورة انت المفروض فيه تكتل كده يبقى لعيب نص الملعب فيه وقت لازم يعدي فردي الكورة الوحيدة اللي ندفد عملها من ناحية الشمال لما ابتدى يعدي عدا وراح داخل جوة 18 وكان اجيبها جوة اللي هي في الديها 46 تقريبا جات بعد كده كورنر كانت هو عدا من الشمال وحتى دي مفروض تكتر من ندفد يمكن لو حتى كوكا واخد شكل يدفع شوية بس ندفد ندفد وماما عشور لازم يعمله دي لانك زي ما قلتلك لازم يبقى فيه اختراقات عشان فيه تكتل فلازم يبقى فيه واحد بيعد من حد يعني اما من الجنب يعني اما من العمق فانت الزيادة عندك جوة 18 مش كتيرة يعني حتى كورنر متلاق بالعرض بتلاقي وسام وسام الواحده في وسط 3 أربعة يبتعديه يجي له صعبة يلعبها مفيش زيادة كبيرة في جوة 18 انت شكلك مسيطر ولكن مفيش شراسة بمعنى المفهوم في الناحية اللجمية لكن هو الحمد لله ان ربنا كرمنا بالهدف بتاع امام عشور هم بلعبوا على كرات الطولية واضحة جدا لأرنود وفرانك توجا وايمن سعيد بيجي من تحتهم في واحدة كانت خطر جدا بس ربنا كرم ما لبسيتش في وش الراجل وقعت على 18 شاطع ضربت تريمان عبد المنم وتلعبت كورنر مفيش حاجة تانية عندهم هي فيها خطورة هو هيفضل محافظة على لعبه كده انت ما اعتقدش اصل في تغييرات هيفضل لنفس الشكل ولكن زي ما قلت لك لازم ايه يبقى في تعلمات لندفيد ان يزيد شوية بالكورة القدام يزود الاختراق عشان كده انت بتسأل على كريم ندفيد انا اقول لك كان معظم اللعب والناس كلها تحته يعني بيلعب اللعب اللي هو العادي التمرير العادي لكن في وقت لازم يخترق في وقت لازم يكمل جهة 18 وكوكا هو اللي مقمن شوية واضح انه كوكا هو اللي بيلعب لتحت شوية كابتن عادل سريع على رأيك في حدث الشوط الاول وايه اللي هيعمله مدرب الفريقين شوية التجاري بالنسبة لعبة النادى الاهلي عايز يطلع بنتيجة اقل جهد ومكسب كويس علشان تلحق تعدي درقتين في جدول الدور يعني الحاجة التانية لازم تأمين الهدف التاني علشان الجهد يقل كلما انت بتسع انك تدفع اقوى ويجيب جون تاني فالجهد بيزيد لو جبت جون مبكر تاني الجهد هيقل شوية وتلعب لعبة بقى التجاري اللي بصير انا بتهيقلي الشوط اللي بيحصل في الهجمة ان الهجمة لما بتجي تتفنش بيبقى فيها استعجال شوية كبتنين اتمنى ان تتفنش الهجمة بتاع النادى الاهلي لازم يبقى فيه لعبة ولعبة كتير عن طريق ممكن يكون بعض تغييرات تدوير اللعبات طبعا يعني انا نشوف كتير اوحب ان لعبة نص الملعب دائما يبقى فيها لعبة فوتبولر شوية عشان مع الاندية اللي بتبقى عاملة الحتة بتاعت النحى الدفاعي يعني نعدل كتير ونبصي كتير ونخلي الكورة هي اللي تجري مش انت اللي تجري فلو فيه تغيير هيبقى فيه تغييرة لحد لو فيه مش مطاقع ان مستر كولر يغير من بداية شوية التانية هو هيغير على سبيل راحة اللعيبة بس بعد عشر خمس عشر هو مش مضطر من الاقرب انه هو يغير لانه كابتن هو مفنش كسبان مفنش الشوط الاولاني كسبان وزي ما اتفقنا الفكر كله رايح على انك تخرج من المباراة بابسط جهدها فممكن يغير اكرم توفيق ممكن ينزل في نص الملعب تاني وممكن يعني يعني يجرب بقى الناس ويريح العيبة كتير اتمنى انه مثلا واحد زي امام يعني يخلص الشوط التاني بدري ويخرج عشان امام ممكن بس ممكن فكر كابتن علاء عبدالعلي يتغير الشوط التاني لا هو ما بيتغير شوه ممكن يتغير اخر عشر دقايق وبيعمل لو فضلت النتيجة كدر صراح النادي لك هو يقول لك انا مرميش الفوتة بدري افضل مدافع 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 وعلى عبر اللعبة الطويل اول ما بيق اعدي بس العملية علشان لا تعادل في الاخر لكون مغلوب واحد سفر علشان النتيجة تبقى شكلها كويس امام النادي لها صحيح طيب كابتن ماهر الشوط التاني ممكن نشوف هدف تانية ان شاء الله النادي لها اه ان شاء الله لا وعد حاول ثقة بقت موجودة من خلال الهدف بتاع امام عشور وان شاء الله من بداية الشوط التاني بيزن النادي الاهلي ممكن يهدف هدف تاني ايطام من بقى عشان تبقى التغييرات اللي احنا بنكلم عليها لمستر قولر يقدر يريح بعض اللعيبة اللي عزت رايح كابتن شريف سريعا ايه اللي ينقص مهاجم النادي الاهلي لإضافة هدف تاني اللي ينقص مهاجم النادي الاهلي والتحركات والسويتشات مش مسألة تغيير الجوار بتاع من الاول خالص والكرة جاية لا يبقى وهي بتتلعب هو اللي واخد الموفينج والحركة نفسها بسه بيدخل كتير جوه بيخسو ويستنى احنا عايزه يدخل وهي بتتلعب له ولازم الناس تفتح مساحات للكرة التانية اللي بترد ده ما حصل مع مام عشو اللي بتترد تاني ده هو ملكة عنده ده هي موهبة عنده ان هو بيحضر وشايفين النهاردة ان الكريم نتبت بصراحة عنده سرعات وعايز يعمل حاجة وداخل لجوه ايه ربنا مفرق ان شاء الله ربنا سريعا كابتن رسامة نشوف هدف شهو دي التاني ان شاء الله بس اتمنى اتمنى ان نشوف كهرباء النهاردة عشان ممكن نحتاجه في ماتش الترجي اتمنى ان شاء الله نجيب جوم بدري عشان الماتش يتسهل لان علاقة يلعب بطاق برضو نفسه ويستنى على اخر زي مع عادل قال اخر 10 دقائق كابتن عادل سريع نشوف هدف شهو التاني اكيد هنشوف هدف بس اتمنى كمان مع كهرباء ريدا سليم برضو ياخد وقت كويس اذن الله كل التوفيق ان شاء الله ندي المحافظة على الفوز وتعزيزه في الشهو التاني هتروح لفاصل ونرجى لحضراتكم مرة اخرى بعد نهاية احداث المباراة انتظرو